السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله نراها في يومنا هي اضغطوا احلام هي حديث النفس ان الانسان الدماغ دياله يستقبل يوميا العشرات بل المئات بل الالاف من الصور الدهنية فالدهن يمسلئه حل واحدة بغاية فيها واحدة كاتلاسيبتة اللي هي نموار دياله محدودة ولكن مليك تعمر بزد فهكذا يوقع الدماغ الدماغ مليك يعمر 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 مليك النعسو النوم رحمة النوم نعمة بحل توقع الريفاقاسيون ديال الجسم كله لذا قصنا النعسو مثيان والنعسو مبكرين ونفيقوا مبكرين والنوم العميق الشي يوقع فيه الريفاقاسيون ديال الجسد كله البصار والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والسكري وضغط الدم كله كتقد في النوم النوم علاج ومن بينه ان الدماغ اللي فيه الداخرة لنموار عمر بزات بيئة المعطيات كيبدأ التفريغ 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 بما هاك يكون الشحن 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 بالليل تفريغ التفريغ التفريغ هذا كتما اضغطه احلام كتكون صور دهنية غير متناصقة ما الدهش فيها اعطيها اللاموبالات هذا هو التفسير ديالها اللاموبالات ما تصوقش لها 10% اللي بقت جزء منها فيها الرؤية من الرحمن الله يبشر المؤمن كياطي وحزب الشرد الخير بشي اما كيشف رسو غادي الحاج يطير في السماء غادي الحج كيشف رسو مثلا يشرب الحليب انه على الفطرة السليمة كيشر رسو بانه تقوم بالحصاد انه غادي يطير نارد كوفير جزاء ما عمل من خيرات وهكذا احلام طيبة كتسمى الرؤية من الرحمن وكينا الرؤية من الشيطان هذيك ساسعة هذيك نستعيد بالله منها الرؤية من الشيطان كيكون ابليس بالنهار كيضرنا الوسوسة يخلعنا كيخوفنا كتسمع الوسوس النهار كامل وكتك أفكار دهنية اللي هي خبيتة وهي دائما فيها التصورات وانطباعات سيئة ناري غنموت ناري غيجين الفقر ناري مرض كورونا عيشت في أولادي مالي غادي وقع لي كده هذي كله تخوفات ووسوسة شيطانية ملدهاش فيها فالنهار دي اللي هاللام وبلد وفي الليل كيعود يرجع عندك إبليس وكيعطيك أحلام ورؤى لفي خوف وهلع باش يزيدي خوفك كيزيدي يعذبك مرة ثانية اشنا هو العلاج منها هو أننا نساعد بالله منها نقول اللهم إنا نعود بك من شر ما رأيت إذا رأيت رؤية مخيفة كنت ناعس على الشق الأيمن نختلف إلى الشق الأيسر نبدل الشق ديالي في النوم ثم نفعي دي يبجوج ونقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وأنفت فيهما وأمسح بهما جسدي كله وأقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت نقول ثلاث مرات ونصدع لسيد النبي حسن حصين وفي صباح نصدق أحد صدقة أربك بعد أن البلاء كله والبأس وهكذا قد تكون الرؤى المنامية سهلة ومهلة خصوصا الرؤية اللي هي من الرحمن هذه بشارة المؤمنين الله تلا إذا أحب عمدا بشره بالرؤية للخير كما وقع لسيدنا يوسف عليه السلام قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤية على إخوتك فيكيد لك كيدا فكت الرؤية للسيدن يوسف بعد بعد خمسين سنة ونشوف سيدن يوسف في الأخير أشعر دلقاء دلقاء بأن أحد عشر كوكبا هم خطب أحد عشر والشمس والقمر هو أمه وأبوه من اللي يشوفوا بأنه أولا هو المتصرف في شؤون البلاد بجانب ملك مصر العظيم سجدوا له كانت جد تحية كما كذا في دينهم وشريعتهم فرأى ذلك المشهد قبل خمسين سنة رأى المشهد وهو صبي صغير ونما كبر وصار في الستين عمره سيدن يوسف سجد له إخوته وأبوه وأموه وجفت المشهد هذا إخبار بشارة بالمآل كذلك في قصته مع الملك لما قال رأيته سبع بقارات سيمان يأكلهن سبع عجاف إلى أنقل وسبع سموات خضن وأخرى يابسات هذا أعطى تخطيط الاقتصادي السباعي ما يسمى بالابدخار ثم الاستهلاك أعطى مخطة سباعي في ابدخار واستهلاك لتدبير شؤون الاقتصاد فكذلك رؤية مباركة من سيدنا يوسف عليه السلام وألهم تفسير الأحلام وهو علم طويل من أراد أن يفسره لابد أن يكون عنده علم بالقرآن وبالصنة وبالفقه وبالمقاصد وبأصول الفقه بطريقة الإيماء والإشارة والعبارة والدلالات المختلفة الدلالة التي هي معروفة في علم الأصول وهي متعددة زائد نور رباني يقذفه الله تعالى في قلب العبد المؤمن ويعطى ما يسمى بتفسير الأحلام هو ليس علم قائم بذاته هو هبة من الرحمة علم زائد هبة نورانية فنسأل الله تعالى أن نكون جميعا من الصادقين تمعدر للملكة وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة وهذا الوقت المتأخر من الليل أن تعطينا سؤلنا اللهم حق رجاءنا اللهم بلغنا الخير والبركة والتيسير بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من كان منا مريضا فشافه وعافه وداوه اللهم إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم الطف بنا أجمعين الطف بنا فيما جرت به المقابر فإن عبادك المصبعفين اللهم ارزقنا جميعا رزقا حسنا طيبا مباركا وأنت القوي العزيز ارزقنا قوة وعزة نستعيد بها على تدبير شؤون حياتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا من نطفه بخلقه شامل وخيره لعباده وصل وستره على عباده سابل اللهم لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمننا من كل ما نخاف يا الله يا الله لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وأمننا من كل ما نخاف اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي اللهم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أنت أقرب من كل قريب وأقرب من كل كريم وأجود من كل جواد وأحفظ من كل حفيد اللهم لا فرج إلا فرجك ولا لطفة إلا لطفك تفرج عنا كل هم وغم وكرب يا الله يا الله يا الله يا عفو يا غفور يا حنان يا منان يا رحمد الدنيا والآخرة اللهم يا رب باركنا في أولادنا وفي بناتنا واجعلهم من الناجحين الفالحين الصالحين وبارك الله في زوجاتنا واجعلهن صالحات مؤمنة طيبات طائعات هينات لينات اللهم يا رب باركنا في كل أحبابنا وارحم أمواتنا اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وأسكنهم يا مولد في جنات الفردوس أجمعين وألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفسونين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأمرار برحمتك يا عزيز يا غفار قولوا جميعا آمين آمين يا رب العالمين بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا سليما اللهم صد على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم